كنت سنة حلوة كتير على الصعيد الفني كانت حافلة بالحفلات وبالأعمال الجديدة والأعمال الحلوة مشاركتي بمهرجانات كبيرة بالعالم العربي كله كمان حفلات برات العالم العربي يعني مثل العادة بس على الصعيد الشخصي نحن كلبنانية أكيد عشنا شي مش حلو أبدا يعني ببلدنا وإن شاء الله ما بيتكرر هل تقولين لهم هذي السنة؟ صح صح مثلا؟ صح صح نحن كل سنة بنا نقول صح 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 عطول لازم ندلنا وصح صحين السنة الجديدة شو بدي غني لها؟ غني لها الدنيا كار دايما موجودين ومطروحين أنا لما بقرر بدي أعمل ديو أو هو ما أنه قرار أوقات بيصير بصدفة أوقات يمكن اليوم بأغانينا هالتريو يمكن بالحفلة يمكن تجينا الفكرة أنه نعمل شي سبيسيال مثلا أنا وحدا من هالفنانين أكيد أنا كل سنة بحب تكون غير الثاني بالمفاجآت وبالأفكار كل سنة عندي أفكار جديدة حلوة بحاول أنه فكر فيها أنا وفريق العمل لقدم للناس أحلى معنا لأنه بالنهاية بحب أنه قدملهم أشياء يحبوها وأشياء جديدة تبهرهم لحتى يكون فيه استمرارية لحتى ما يزهقوا لحتى نحن ما نزهق هيك دائما بحالة تجدد وفيه مفاجآت نحن عم نحكي فيها بسنة 2023 حلو